على أستاذ صباح السالم بالنادل العربي وبرغبة عربوية جامحة للمنافسة بقوة على لقب الدوري أمطر أبناء القلعة الخضراء الشبكة السلماوية بثلاثة أهداف نظيفة في مسك ختام الجولة الخامسة من القسم الثالث لدوري زين الممتاز العربي أقنع وأمتع عشاقة لا سيما مع شرط المباراة الثاني والذي أتت معه الأهداف وتنوب على تسجيلها المتألق عبدالله العمار والليبي الفنان محمد الصولة والمبدع سلمان العوضي والذي أنظى على ثالث الهداف العربوية مجرعنا العربي السلمية هزيمة ثقيلة رب لك الحمد على الفوزة بارك الجميع الأموة العربوية هاردف أخواننا السلمية عادة هالمباريات لا بدنا يكون فيها تحفظ القامل أول ما طلعنا بالشكل المطلوب صحيح لكن الشرط الثاني حاولنا أن نستغل طبعا الفرص وسجلنا ثلاث أهداف الخطة اللي إحنا حاطينها ماشينا عليها صح ما لنشغل بأحد كل مباراة تعتبر مباراة نهائية وعليها لين لآخر المشوار يعني اللي إحنا قاعد نجتهد فيه بالتمرين واللي قاعد نحطه بالتمرين واللي قاعد نوصله حق اللاعبين قاعد نستثمره بثلاث نقاط الحمد لله على كل حال هذا فضل من الله عز وجل الأولاد قدموا كل ما عندهم قدمنا مباراة كبيرة كنا في كامل تركيزنا اليوم إن شاء الله نزيدوا قدموا أكثر وأكثر والدوري مازال إن شاء الله بهذا الانتصار رفع العربي رصيد إلى ثلاث وأربعين نقطة صاعدا للوصافة وبفارق نقطتين فقط عن الكويت المتصدر مما ينبئ بجولات مقبلة مشتعلة من أجل المنافسة بقوة على لقب دوري زين المنتز رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت